أكد وزير الاقتصاد الأولى النحاس بعد لقاء رئيسا مجلس النواب أن تعديل السعر الرغيف غير مطروح حاليا داعيا أصحاب الأفران إلى إعادة النظر في موقفهم من الإضراب موضوع السعر الرغيف ليس مطروح حاليا هو مطروح في طلب زيادة على الخبز لأنه فيه تكاثر من الأخوة السوريين هذا الموضوع الأفران نحن نبحثه معه من أول اجتماع عاموا هن اجتماع بين بعضهم وأطلقوا هذا أنه فيه إضراب أو ما إضراب نحن استغربنا هذا الموضوع وطبعا ما حنسمع فيه لأنه بعتقد هذا الموضوع موصلنا لخلاف معهم بالموضوع لا سلبا ولا إجابا نحن بساطة درس هذا الموضوع هن بيعرفوه في لجنة وزارية مكلفة ب هذا الموضوع وقريبا بيكون في موقف بهذا الموضوع مشان هيك تمنين عليهم أنه هذا الموضوع يرجع عيدوا البحث فيه لأنه هكاك نحن ما حنسمع فيه لأنه الخبز موضوع أساسي وما بينطبح سلعة لا بالأخذ ولا بالأخذ